اشتركوا في القناة 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 عنصر القلب يقول لك ليه قلبه مش كتفه مش ايده ليه القلب يعني يعني انه ما فينا نجزئ يسوع يسوع هو يسوع هاي اللي وجهة نظري بالوقت ذاته هالصورة الاناتومية او البيولوجية للقلب واحيانا بتعرفوا عنا رسمات مانا كتير لايقة حيز بيرسمونا قلوب وعم بينزل مننا هالدم وشارشير يعني في نوع من لايقة ولكن اذا رجعنا لمعنى هالجملة الحب ما فيه ينبع من الراس ما فيه ينبع من الايدين فينا يقول بيغلف الكيين كله ولكن مصدره وين هو القلب اذا ليش عنا هالعيد عيد قلب يسوع ماعرف اذا فكرتش مرة بمعنى هالعيد ليش الكنيسة كرسته لان ما كان فيه عيد قلب يسوع هو طلب من قديسة مارغوريتا أكاك ايه اذا وهالقديسة اكيد اختبرت عدة رؤى وهالرؤى كانت متزامنى بهالشهر المبارك ولكن مرتبطة بشو مرتبطة بعيد كتير مهم اللي بعدنا عم نقول هلا وحضرتك قلت بطريقة كتير ذكية حرر يسوع قوة هايلي هايلي امت ان حرره؟ ذكرتها بعيد الايامي دحرج الحجر هالعيد مرتبط مباشرة اذا يمكن ما بتنتبه دايما بعيد الايامي مضبوط يعني انا قلت ايه ما فيناش نفصل عيد الحب عن هالحب اللي خلى الموت تتفجر حياة ومعرف دايما اذا بنرجع نحسب العيد الايامي من بعدها دايما مرتبطين ما فينا يعني اذا تغير عيد الايام تغير عيد قلب يسوع لانه مش مانه عيد ثابت بيجي دايما ثمانة ايام من بعد اي عيد احتفلنا فيه عيد خميس الجسد دايما ثمانة ايام لانه ياسوع ظهر للإديسة مارغوريت ماري متين ما بتعرفو ثمانة ايام من بعد خميس الجسد وبدو يربط بين الجسد وكل شي بيحتويها الجسد من قلب من مشاعر من حب وخميس الجسد دايما مرتبط بأي احد احد العنصرة الاحد سلوس الاقدس دايما بعد احد سلوس الاقدس اللي هو مرتبط بأول احد بعد العنصرة والعنصرة مرتبطة بأحد الايامة خمسين يوم اذا منشوف دايما في سلسلة فين نقول من اي كلمة فين نقول من التحديات يعني بدي امرأة اللي حتى اوصل لوين لهاللبيرانت لهالدهاليز لما انه هين واحد يوصل لحتى يلمس مش قلبه قلب المسيح الموجود فيه مش موجود غير مكان بدي ايسمعه وتقوصله بدي اعرف انتقل من الايامة لروح القدس لعيد السلوس لحتى بالاخير يتفجر هالعيد اللي اسمه وليش ريد ربنا يكون فيه شو اللي اذا منشوف السورة شو اللي عم ينزوا فين هالقلب في قوة هايلي نعم بس هالقوة ما بتتفجر إلا اذا دخلوا فيها اسكيكين حربي تتذكري بانجيل يوحنا الفاصل تساتعاش شو بيحصل وقت الاحد الجنود شايف انه عم يتأكد انه جسد يا السعمات بياخد حربة وين بيطعن القلب وساعته بينزل منه بقلنا يوحنا دم وماء مع انه كان لازم ينزل ماء بالاول بس قال بالاول الدم وكأنه تفجر من قلب المسيح شو هالسرين في خريستية والمعمودية والمعمودية اذا انا بهالعيب نرجع نتعمد بالروح القدس لانه مركز القلب هو بالروح القدس ما فيناش نفصل مكان هالعبادة من الروح اللي موجود فينا وبدو دايما نخلينا نتحدى اي معركة معركة الشر تنلخص شوي قبل ما نكمل كتير كتير قوي شو مفهوم هيدا العيد يسوع مطعون لغاية اليوم تعرفي شو فيه جرائم عم تحصل شو فيه انتهكات لهوته شو فيه ناس عم بتموت من ورا الشر من ورا الظلم من ورا قلت العدالة هيدا القلب مبقاش ادران عم يتفجر شو قلم يعني اذا لاحظته عبادة قلب يسوع دايما متل ما ظهر له للإديسة مكلل بأكليل من شوك مش انه عيد حلو عيد الحب لا ما انه عيد الحب بلا بس مش عيد الحب الجميل اللي رايع البحر لحتى يتسلى عيد الحب بردون مكلل بالشوك بس شوك خطيط العالم نعم وشو بيحصل بها العيد منشارك المسيح علامه تكفير عن خطايا الشعب ما عرف اذا هيدا الجملة واضحة بس ليهوتية شوي يعني المسيح عم يطلب مننا بعبادتنا لهالقلب بمشاركتنا لهالعبادة الحلوة اللي مرتكزة على خاصة صلاة مسبحة قلب يسوع ومش بس على السجود امام الاربين لحتى نساعده يحمل ويكفر عن خطايا العالم تعويدا عن خطيانا وخطايا العالم ازمع اذا ما نهينا هالعبادة واذا رجعنا هالجملة قبل ما نكمل هادي كوة اسمها الحب الحب اللي مرتبط بالقلم اذا هون السؤال اللي بحب هيك اطرحوا عليكم فكروا فيه شوي واذا رانيا بيكون عندها وقت هيك كمان جايوي راح نفكر هالقلب عم ينزف صلو 2000 سنة الشيك راميا طيب طب ملحق يفضى من دمه مازال منزوف متل جرة ومخرومة وعم ينزل منها هالسيالين طب بعد 2000 سنة ملحق هالدم ينشف شو اللي عم بخلي بعد هالقلب يشتغل كيب بعده عم بضخ من وين عم يجيلو هالدم من الشهادة فكرت شوي التقديمات ايه شو اللي ملحق يفضى من دمه هالجسد صلو 2000 سنة شو اللي عم بخلي هالعضلة القلب بعده عم تشتغل والضخ الدم اللي ما عم بيخلص لانه عم نشوف هاون الموح هيدا شي خطوا بالشعب فينا نحنا قوي هايلي بعدها تدومي للأبد ايه يعني شو اللي عم بخلي هالقلب يشتغل هالق ومنشف من دمه بتعرفينو هلق وقت المسيح على الصليب مش الالتات والتقديمات بيكون فضك الدم والصلوات ايه التقديمات بس شو منقدم له الخطايا بتعرفين شو اللي عم بيغزي هالقلب شو اللي بيخلي هالدم بعده عم يشحن بس يلي بيحموا الخطايا وبيقدموا ليسوا ويعني بيتخلص من خطايا الدسم طبعنا الجاي الزفرة نعم هيدا هيدا اللي عم بيغزي هالقلب هيدا اللي عم بيخلي الدم شو دايما يتجدد وما قلش معنى العبادة اذا ما قدمنا له كل مقاس العالم كل صعوباتهم كل مشاكلهم كل مقساتهم القلب متل مغنطيس بده يجذب باكليل شو كل مقاس المجتمع طب اذا ما كان عندنا خطايا خلاص بنشف القلب يعني في حدا عندون خطيئة هيدا بتكون نهاية العالم يعني اللي لازم نوصل لهالنقطة هيدا لك يعني اليوم نعم نحن نقطوق انه قلب يسوع يبطل ينزف ياريت ياريت وما راح يضلوا ينزف اكيد لانه يوم من اليوم اكيد راح العالم يخلص هون التجلي الاخير هون المجيء الفردوسي اذا فينا نقول السلام الجنة اللي فقدناه ولكن هالكوة اسمه الحب وهالحب مرتبط اذا بشو بجسد عم ينزف بعضه لليوم وهون نفهم شو معنى الاداس اذا اذا من بعد بتكون هالتعريف الاول دعنا نتقل لجملة التانية راح نشوفها مع وسيم فضل ان الكداس هو الكنز الذي يجب ان نضعه في المرتبة الاولى الاداس هو الكنز اللي لازم نحطه بالمرتبة الاولى في الكنيسة وفي الحياة اثنين سبعة مرتبطين شو الاداس شو الاداس؟ شو الاداس؟ شو الاداس؟ شو بتقليلي؟ الاداس هو اللقاء مع يسوع انصهار بجسده قبوله صح حلو انصهار بجسده التحام علاقة تدخلنا بشي ما ما فيه يتصوروا المخيل البشري كيف نشعل الاداس؟ كيف؟ كيف نشعل الاداس؟ امتن؟ وقت اللي كان ياسوب ديجتمع بتلميزه من بعد موته؟ ايه او قبل موته اول شي ايه؟ بس بعدين يعني ما بعد هيدا العشة السري وصار يعيده كل مرة بيتلاقى فيهم تلميزه عماموس او برعلية كمانا صح كان يقسم الخبز انه هيك كصارت رمز لقاء بيسوع وهيدا الاداس تأسس فعليا بعيد العنصرة لانه الروح الاداس حل على الرسل والكنيسة واضحة بتعليم ما تتعرفه امتى نبلش الاداس؟ مع العنصرة قبل العنصرة ما كان في الاداس ممكن لانه الروح ما حل على تلميز وهون ساعتها وقتين نقول الاداس شو معناتها؟ من وين جاي الكلمة؟ من قديش؟ قديس يعني دعوتنا الشي شو هي دعوتنا؟ الاداسة الاداس بقدسنا هون نفهم شو أكتر مفهوم الاداسة من خلال اذا فينا نقول هالعيد اللي عم تحتفل في الكنيسة اللي هو اي عيد بيسبق عيد قلبي السوع بثمانتيين وبيجين بعد احد السلوس اللي هو عيد خميس الجسد كيف تأسس هالعيد عندك فكرة؟ تنفهم أكتر لأنه شوفنا قدي الحب مرتبت بجسد الرب واذا فيه جسد يعني فيه كمان عطاء وبازلزيت وحيات بس هالعطاء وهالحيات من وين بيصدروا؟ من خلال زبيح عم تنعمل اذا شو ما فهم هيك هالخميس الاسرار اللي ايه؟ بيجي بيتوجه بيتوجه اذا فينا نقول خميس الجسد ودايما بيورد من بعد اذا قلنا ثلاثة ايام او اربعة ايام من عيد العنصرة يعني سبعة واربعة احد عشر يوم ومن بعد خمسين يوم من احد الايامة نعم يعني تقريبا خمسة وستين يوم من احد الايامة لخميس الجسد لكن هالمرحلة اللي حتى الرب يجي وريد يظهر لنا جسده سؤال داخلك ممكن واحد يعبد جسد ممكن نعبد جسد مش فيه من الصنامية او الوسانية نعمد جسد اذا كان جسد الرب ليه لا ايه ليه لا لأنه الرب بس معيد جسد مادة جسد روحانة ايه نعم زينا عم نعبد روح جسد ممجد يقول انسان ملاكي ماربولوس هيدا الجسد تعارفة انه بالكنيسة ما كانوا يصمدوا الاربان وقت اللي الكين يغطفل بالزبيحة ويرفع الاسرار يعني يرفع الكيس وبعدين الخبز شو كانوا يعملوا ايام زمان كان يدقوا الجرس والناس شو تعمل تنخ راصة لأنه ممنوع شو تطلع بالاربان ده كان شي محاط بنوع من هيلة تجلي ها عليها ان تستر امام نعم هيلة تستر امام عيون العالم ما كانش في بيت اربان بالكنيسة وين كانوا يحطوا بيت الاربان ممنوع نشوف الرب وين كان موجود بيت الاربان الساكريستية ومن هون كلمة ساكريستية من وين جاية ساكرامنتم يعني ما كان فيه الأسرار كان يحطوه بعلبي بالساكريستية بس ما ابدا ظاهر اذا فينا نقول ورا المزبح او على جانبه مثل اليوم ما عودين حط نويسة دين بيت الاربان كل هالشي ما كان موجود ما كان فيه ساعات سجود اذا شو اللي خلى الكنيسة توع على اهمية الجسد وجسد الرب وتعبدو لحتى تسمحنا بالتالي نحنا كمان نرجع نطلع فيه ونتأمل فيه ونصب منه هالكلام اللي بيطلع منه كلام حب شو اللي خليها؟ ظاهرة حصلت متل الخميس بكرة او كل الخميس بنحتفل فيه بسجود الاربان مش ناك الخميس لا خميس الأسرار اللي عنه مش دايما نعرف شو القصة على المزبوط وطريت انا بتعرف هيك شوي روح بحبش ببعض المعاجم القديمة حيث بتفسرنا شوي تاريخ الأعياد الأساسية وشي لا يصدق طلعت انه قصة تأديس هذا نهار ومش اختراع بس انه الكنيسة وافقت انه يكرسوا الديس خاص وعيد خاص لجسد المسيح يعني بدك تحطوا حالكم بإطار انه ما بيخطر على عقل بشري يعيده عيد جسد ممكن نعيد العنصرة القيامة الميلاد بس انه نفك نخصص الديس كمان خاص لجسد حيث ما كن يخطر على بال كنون القديمة اللي خلها الكنيسة فعلا تقتنع هي رؤية رؤية مرتبطة ودايما ما بقع الفلاش بس اهم رؤية دايما النساء هن اللي معنيين فيها بيشوفوا كأنه المرأة ايه بيشوفوا عفاكة عندها حس وكأنه يسوع دايما بيتقرب من المرأة ما ننسى انها ديس البابا كتير شجع دور المرأة بالكنيسة وعطاها مناصب بالمجامع حتى تكون فعلا كمان لانه عندها روح مرهفة إذا انتا نرجع على منذ ما كتير نبخر النساء بالوقت زيته مرحبا نرجع على هالراهبة هالراهبة اسمها جوليان اللي الديسي جوليان كيف سمعين عنها واذا فتش على انترنت ما رح تلاقوا شي عنها لانه هايدي الواساك مش كتير معروفة على مدة ستة شهر بتظهر له نفس الحلم نفس الرؤية بحلم كل ليلة نفس الحلم تأمل انه انت اذا حلمت حلم ورجع تكرر ما بتتساقلي طب شو فيه وراها الحلم فيه رسالة بيقطع مرة مرتين انكتريت شو الحلم اذا مرتين بتقولي ما بيسيب دي رح شوف بسيكولوج او احكي المرشد نفس الحلم طب الاخير توتريت لدرجة انه في شي هالا عم تهلويس هالا يروح شرير هيدا شي رؤية من الرب ما عرفت شو هلا بقلكم شو الحلم راح تحكت المرشد تبعها اللي كان مرشد يسوعي دايما فيه يسوعيين بالدقى مش معقول اذا مش نيك البابا اليسوع عنده كتير هيك الشعور بهالعيد ودايما الرهباني كرست هالعيد وطلبت منها ننشرها العبادة عبادة قلب المسيح الاقدس يعني نساعد الناس تتقرب من يسوع وهيدا الشي ما انه هاي نتقرب من يسوع بس هنرجع لهالا الحلم شو الحلم بيظهر له بالليل الامر ضو الامر وامر بس شبه مكتمل يعني بدر ولكن فيه نوع من خيط أسود على طرفه نعم من هلال هيك رفيع أسود ونفس الحلم دايما تشوف هالامر بس منه مكتمل طب الاخير المرشد قال له بعد فترة تلبي من يسوع يفسلك شو هيدا الحلم اذا فعلا هيدا الحلم منه وبيظهر له يسوع على بناء المرشد لازم دايما نطيع المرشد تعرفي كتير مهم عنده رؤية روحية نحنا أيام ما بنشوفها فعلا ربنا بيحكي من خلالهم حيث يجتمع اثنان كنتوا في وسطهم اذا وطاعت المرشد مهمة انا بالنسبة للي بعطي هيك دارس بالمريفة الروحية وكتير مهم نعرف نطيع المرشد لو مش دايما ضميرنا مقتنعين نعم لو مش دايما مقتنعين بس هوني فعلا فينا نقول انه الرب يكون عم بتدخل اذا المرشد اكيد انسان عم يسمع صوت الرب بداخل قلبه وانسان يكون مصلي اللي حصل انه مرشد قال له طلبي من الرب خلي فاسلك هالحلم اذا هيدا الرؤية فعلا من الرب مش من الشرية وبيظهر له يسوع بهديك المسا المبارك ما بعرف اذا كان بهذا الربعة اللي بتسبق خميس الجسد وبيفسر له انه هيدا الامر دلالي على اعياد الكنيسة خلال السنة كلها نعم واعياد الكنيسة المجيدة حاس عم يتجلى مجد الرب ولكن بعد في عيد واحد ناقص لحتى يكتمل مجد الكنيسة اللي عم تعيد المسيح خلال السنة التقصية لو انه تكرمه جسد الاقدس من خلال هون يوضح له خلال هالرؤية كيف لازم فعلا يتكرس يوم خاص بعد لانه ظهرت هالتفسير للرؤية من بعد احد السلوس يوم الخميس وهيك شوي شوي تنعت الكنيسة بعد سنتين تحقيق انه فعلا لابد انه يتنظم تتنظم هالعبادة اللي كان بعدها كتير كتير فينا نقول متدنية تحت الكواليس وشو اصبح من بعد ما الكنيسة وفعت على تكريس يوم خاص لخميس الجسد صار فيه مجال نحط بيت الاربان بالكنيسة برا المسبح صار فينا نرفع الاربان ونطلع فيه مش منخ راسنا عدقة الجرس صار فينا شو معناتها صار فينا انا اطلع فيك يا رب لانك قبلت تتجلى قدامي بيعوريك اذا فينا يقول سمح لحيله يكشف عن ذاته كرميل انا اتمره فيه وشوفه وقت اللي بتمره فيه بهالسجود صار فيه سجود للاربان صار فيه سهرات انجلية تتأسس صار فيه طلبات صار فيه زياحات اتكرم هالجسد اللي كله بيدل على شو على هالقلب اللي كله مفعم بالحب اللي بدي يوصلنا اجمل هدية صار وقت الاستراحة بدي يوصلنا اجمل هدية نعم انه نحنا كمين اصبحنا متل ما قلت بالاول جسد يعانق جسد وقلب يعانق قلب نكمل من الجسد يعانق جسد وقلب يعانق قلب بعد الاستراحة بير سامير بدي بعد شوية وقت بدي بعد شوية وقت فمنرتاح ببرايك صغير ومنكمل بالقسم التاني من ثورة البابا فرانسيس مع جسد يعانق جسد وقلب يعانق قلب قلب يعانق قلب موسيقى 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 بالقسم التاني من ثورة البابا فرانسيس قبل ما نكمل بير سامير الجمال الباقية من اقوال البابا فرانسيس كنا توقفنا عند كلمة عن جملة قلتا حضرتك لنصير جسد بعانق جسد وقلب بعانق قلب جسد مين وقلب مين قلبنا وقلب يسوع كيف انا بجسدي بدي عاني جسد يسوع هون موسيقى فيها ديلام الخبرية فيها حكاة اكيد عم نحكي هون وقت نحكي بالحياة الروحية عم نحكي روحيا بس كمان مش بس روحيا حواسيا منلبس المشاعر منلبس الحكمة منلبس المعرفة نحنا مش بس فكر رانية نحنا مش بس ذهن مش بس عقل نحنا روح ولكن سكن بجسد وربنا بتصور اذا رجعنا اللي كنا عم نقوله اذا رايد فعلا يكرس جسده الأقدس ونقدر ناكله وهذا معنا الديس لحتى كمان روح ننطلي يكون جسدنا وحواسنا مهزبة واذا الكلمة بتنظم الأفكار وبترتب الزهن والعقل وبتساعده يعيش نوع من حكمة كلمة الله ولكن هالكلمة لانه قبل الرب تصير لقمة يعني جسد ملموس يعني حواس ومشاعر لحتى كمان ينظم مشاعرنا اللي ما انا دايما مهزبة حواسنا اللي ما انا مرتبة اذا وهيدا معنا الديس وقتنا نحكي هون عن هالجملة الثالثة بتتوضح لنا اكتر جملة الثالثة في نقول مفهوم هالإفخارستية اذا نقراها يسوع اتى ليعالج الخطايا من خلال الإفخارستية التي تحتوي على المضاد الحيوي الحقيقي يسوع اتى ليعالج الخطايا من خلال الإفخارستية القربان اللي بيحتوي على المضاد الحيوي اللي منسميه الانتبيوتيك الحقيقي البابا قاله هايدي شو حلوي اتى يعالج الخطايا بالإفخارستية من القربان اللي هو الترياق هو الدواء اللي بيتاهير وبيقتل كل الشوائف بحياتنا اذا ان يسوع اتى ليعالج الخطايا اذا ان طبيب دايما نقول يسوع هو الطبيب نعم بترواند الحاكيم بيعطيك وصف معينة ويمكن بيروح الواجع او بيصح الواجع الراس او الى اخره بس فيه بتر بالعمليات وبتصور في اشها ما فينا ان علاجها الا بالإفخارستية يعني فيه امراض مزمنة والإفخارستية شو معناتها هي كلمة بشكر إفخارستو باليوناني يعني شكرا بعدنا لليوم نقول اذا رحتوا عاليونان ابرص إفخارستو إفخارستو بولي يعني شكرا بس بشكر على شو بشكر على شو كنا عم نقول قبل شوية على حكمة على مشاعر على حواس الهية جيلة حتى تكوي اذا فينا اقول هالانانية لانه وهالكبرية وهالغرور اللي هن مرض المجتمع اليوم وروحوا التسلط والشهوي والشراها والكسل والبخل هالخطايا الرئيسية مش ممكن إلا اذا من كوت بفعل الاربين الأقدس اللي هو اكبر مضاد حيوي نعم مضاد حيوي يعني اذا حيوي لانه فيه اشياء بالإنسان عم تخليه يموت فيه جرسين مميتة بحياتنا وبعدنا هلأ مسمينا التسلط وقالت اللي بحسان بتطلع فيه يقول انت مرأة كتر خير الله يمكن بحياتك ممتننة لهالحب اللي عم تعيشيه ببيتك مع جوزك شارك حياتك بس ياما فيه كوبليت عم تعيش دراما وهجر وفسخ زواج الى اي درجة ممكن نغلب هيدا الشر ليكمن من خلال هالتسلط اللي نبع من كبريا انه انا بدي يصير الله هاي دي خطيط آدم بده يصير الله يعني يمشي حياته متل ما بده يبتعد عن النور عن الحقيقة بنرجع الى هون هال المضاد الحيوي الحقيقي كيف ممكن فعلا نفسر هالسر العظيم اللي دايما مرسيله شو لهالذبيحة نعم بتعرفوا ماذا عمناك عن الافخارستية وضوينا شو على قصة خميس الجسد بس كيف الافخارستية ممكن تعالج ما راح اقول خطايا تعالج تمردات على الحب يعني بالنهاية الخطيئة شو هي انه ما عم بعرف حب ما عم بحب هاي الخطيئة العظمة مش انه سرقت او كذبت او او قتلت كله نبعين من عدم الحب اذا ما عم بعرف حب اذا وهوم نرجع لقصة انه هالذبيحة كيف ممكن تعالج لانه في دم هي زبيحة روحية ووقت اللي يسوع اخذ هال هال شوية العجين نمتزجه بالمي وصارت اربين شو قال بهال شو قال بهال كلمة الجوهرة ووقت اللي رفع هالصيني وقال خذوا واكلوا هذا شو هذا هو جسدي نعم وبعدين رجع اخذ هالدم بس بالواقع من عصير الكرمة لانه في قمح عم يطحن وفي عنب كمان عم يطحن لحتى يعطونا حياة بس شو معنات هالكلمتين كيف بدي اقول انا شكرا على شو بعدو لغاية اليوم المسيح عم بيموت عم يطحن وعم يطحن معنا شو تمرداتنا بس لو بتشوف قدي حبه لأ نعم ما بيتقدرش ما حدا هيك ومراح لاب بعد ما ممكن ومس من لو واحدة حبه خلص وهالشخص بس حب الكل وبكل يوم بكل لحظة على مدى الاف السنين ايف وليش هو المضاد الحاوي الحقيقي لانه في غير مضاد حاوي مانهش حقيقي ليش هو الحقيقي اكيد هو الحقيقي لانه مات حبا بنا الحب هو المعيار نرجع لهالكلمة يسوع اتى اذا ارجعنا حطينيها وسيم ليعالج الخطايا من خلال الافخارستية التي تحتوي على المضاد الحيوي الحقيقي نتذكر ان اسم يسوع شو معناته تتذكري الله شو خلص يعني بقى الان و هنا هنا هلا وبدي يخلصني من شو نعتبر عندي انا مرض داخلي ما عم بدق بتخلى منه نعتبر عندي مرض فيما يخص العفة مثلا في كتير اشخاص لسوا الحظ وقت اللي بنجي ونسمعهم عندهم مشكلة انه هايدي الشاشة عم تعرض لهم هلا مشاهد اباحية وما عم يقدروا ابدا يقدروا ياخدوا مسافة عنا طب كيف هوني ممكن نعالج هالشي بروح عند الحكيم نفساني بروح عند معالج او طبيب الى اخيرة بياخد ادوية لحتى سكن هالشي الموجود فيي كيف ممكن فعلا نعالج هالشي هون بنشوف انه بالواقع ربنا اذا بدي اشكره شو عم يحصل بالزبيحة ما نفكر انه الزبيحة منه اعجوبة قادرة اتحول كل ادمين انا بقلك في قوة في قوة في قوة التطهير قوية لان شو قال بهالجملة خذوا وكلوا هذا هو شو قال هنرجع لهالكلام جسدي شو معنيتها وقت اللي بيقول هذا هو جسدي فكرت شوي هيدا انا ايه ايه شو يعني انا يعني عم بيعطيني من الوهيته فيه يعني عم بيعطيني عم بيعطيني حاله ليدخل على جسدي انا وصير انا منه هيدا بعدين لا 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 اتحد فيه يعني ايه عافيك لسي اللي عندها هالطفاة الوهية مثله ايه بس لانه وقت اللي بقول هون تعليم كنيسة واضع وقت اللي يسوع بيلفز هالكلمة هذا هو الجسدي شو معنيتها الجسد بالمعنى الببلي للكلمة يعني الانسان المحدود الابل للموت اللي عنده ضعف وقت اللي يسوع بقول هذا هو جسدي يعني كمان هو اخد جسد شو معنيتها عم بيعطيني التواضع يعني بحياته كمان عيش كل بشريتنا محدوديتنا يعني ضعف يعني عاطش يعني مرد يعني وجعه راسه ما كان سوبرمان وقت اللي بيقول هذا هو جسدي يعني عم بيعانك تعبنا وضعفنا ومحدوديتنا وزوالنا لانه مات كمان اذا وقت اللي انا بقدم له كل هالمحدودية هالضعف اللي هلا عم نحكي عنه ان كان بمناظر يبحي ما عم بتخلى عنا او قدمين على المخدرات او شهوة معينة بالاكل كل هولة وقت اللي بيجي وبتناول هالجسد شو بيعمل؟ بيجي شوي شوي بيكوي بيعبي هالفراغات لانو الخطيه هي دايما مرتبطة بفراغ عم بيعيشو الانسان بنقص بيجي هو بعبيه بقوة الحب مثل الجرعة الشيك نعتبر هون في في قدح من عمل طلعت العمل منه مش هيك وشو بيجي هالسيكاتريس هاي اللي بتصير مع الوقت بدا تتعبى البشرة بدا ترجع تلحم شو اللي بيلحمها؟ هالإفخارستية بدي قلو ميرسي عالشي بس كمان وقت اللي بقينا مش بس هاده هو جسدي هاده هو كمان شو؟ دمي دمي شو معناتها؟ كمان بالكتالي مقدس الدم اللي هو معنا شهادة؟ اذا الجسد شفنا انه هو جسد عم بعيني الانسانية عفاك اللي كلها عم تعاني بشريتنا هاده هو دمي يعني الموت العنيف ايه؟ الحب حتى الاستشاد يراقت الدم بالكتالي مقدس تعني الموت يعني مش بس في عطاء من قبل الرب بجسده مش بس في معانقة أليم ولكن كمان شو؟ في استشهاد كرمالي في موت هاده معنى الدم انا مستعد كمان لانه الموت اللي اتغلب عليه قادر فعلا يحرر حياة اذا بالدم هون بنرجع لمفهوم ازا فيني اقول هون الفخارستية اللي بيكتمل انه هو فعلا مضاد حياة وإله شو استخدم يسوع لحتى يحول جسد ويحول دم شو استخدم؟ عنصرين كتير بسيطين كنا هلا عم نحكي عنهم شو إني الخبس والخمر مش هيك؟ نعم شفتوا ويننا نوصل تا هالحب يتحرر هيك نعمل خلاصة بالما نكمل الحب يتحرر كأنه سجن حاله بأفص أفص جسدي وهالأفص كأنه لأنه أنا جسد يوصلي حاله من خلال شو؟ من خلال جسد ومن خلال دم يدخلوا فيي وشو عطي أنا أبسط شي اللي هو إيه؟ شو بيقولوا كلمة الخبس ببعض البلدين؟ إلى غير كلمة عيش عفاكة بس أنا ببلاد مصر بيقولوا العيش للخبس هو العنصر البسيط الأساسي لحتى عيش بس دخلك شو معنى ده وقت اللي بياخد الخبز؟ يعني من دون الخبز من دون خبز ما فيني أبعى عقايد الحياة نعم يعني كأنه من دون القربين بموت ما فيني أبعى عقايد الحياة هيدا القوت اليومي يمكن هيدا القوت نعم وعلى شرط إذا قال هيدا هو جسدي وأخد خبز قطعت خبز ما أخد مثلا ما بعرف فخدة جيج أو شي لحمة طيبة أو شي فواكي شاهية أخد أبسط ما ممكن اللي مطحون هالسنبل الحياة اللي بيفرخ بالربيع لحتى كمان الأيام دايما بالربيع بتصير إنه فعلا من خلال أبسط أمور الحياة اليومية ممكن تعمل منها أه أيامة أيامة داخلية والدب ليش كربوا بالخمر شو بيرمز الخمر بالكتاب المقدس ده شي كتير هيك الفرح عافيكي الفرح الإلهي الحب اللي بيجمع بين حبيب ومحبوب الصداقة مع الرب إذن وقت اللي بتشوف هيك ملخص هدف كل لقاء بيكون الفرح الفرح صح والفرح اللي بنقطفه بكل الديس نعم بيحتوي آيكونتين آيكونت الكلمة وآيكونت الجسد ومرتبطين ببعضهم لا يتجزقان إذا هون عملنا هيك فاصل صغير ممكن نتناول بس فقط الخبز المقدس أو لازم الاثنين سوا الخبز والخمر بالقديس ممكن يكون الخمر مستتر بس لا ضروري ناخد الخبز والخمر نعم بس أوقات تشوف إنو نوالنا فقط بالجسد مش بالدم مفوض يكون غلق هل كانت المناولة ناقصة أنا بقول نعم هلأ إذا بدك نعم أو لا لا الكنيسة كمان بتعليم أولان أوقات بيسألونا هلأسي لي نعم ليش بس حتى إذا لحظت الأورتودوكس بيناولوا بالدم مش هيك مش بالجسد بالمعلقة بيكب الخمر المقدس بس اللي بيحتوي على الجسد بس مش كله فيه جسد بيكبلك بيناوليك من خلال هالمعلقة ممزوجين الكنيسة واضحة بتعليمها حتى نعرف إنو لو تناولت فقط الجسد أو فقط الدم عم بتتناولي المسيح كله جسد جسد يحتوي كل الدم والخبز يحتوي كل الدم والدم يحتوي كل الجسد مش إنهيك الكنيسة واضحة فيها نتناول بالشكل واحد مش بالشكلين ولكن رمزية الشكلين كتير مهمة بتخطص هالقربانة بالدم ومنتناولها أكيد بنحس فعلا بشعورنا لأن احنا كمان عنا حس ويمكن فينا نتزوق أكتر هالسر هيدا ايه من متل ما قالت من نحس من نتزوق ما هو روحي وبيساعدنا لنشوف العمق أكتر مزبوط من خلال حواسنا القديس هو أكبر أعجوبة ووقت اللي منتناول على شرط نعرف شو نعرف شو بعد القديس شو منعامل خاطب يثوع نشكره صح وقل له القديس منه مكتمل صح وفي شي اللي كمان هيك بتقولها الكنيسة إذا هني جزقان لقيتها جزقان ليش منتناول بعد تقريبا شي ساعة بقديديسنا ليه مش دغري يسوع يمكن دغري العشرة سري الشو عامل أخذ الخبز وبارك وقدس وشكر وعطى تلميزه هل فينا نقول في كل هالمقدمات اللي بنعملها بقديسنا وقت نسأل ونتسأل طب ليش ضروري ننطر ثلاثة اربع ساعة لحتى نوصل على المناول وبرك ديسيني حضر قديسون بساعتين وبثلاثة أو كده مزبوط ليش هلقد أدناها ضروري نقطع بكل هالمراحل اللي بتسبق المناولة هون اللقاء الحب اللي بده يكتمل بالجسد ودم يسوع بده وقت لحتى استوعبه وتا استوعبه بده أول شي طهر زيته بقسم الغفران بالكلمة بده أخذ الكلمة بده اتذوق بده عيش معه لنوصل للكسر للمباركة والتقديس الكسر والمناولة والمناولة والسكرة مزبوط عفاكي رجعت هون شو عملت سردت كل مراحل حياتي هيدا اللي نحنا منعيشه معي يسوع صح؟ يسوع هل ضغري عطى جسد ومن قتل إيجي على الأرض؟ لا بلش من الميلاد مزبوط من البشارة وبلش شوية شوية تتكونيت هالفكرة انه ممكن يعطي جسده لان مش ضغري عطانا جسده إنه حتى من قتع ترتيل إلى مريم العذرة دعا تلميز النادة إلى التوبة مش ننقبلش قديسنا بيقرت بيت غفران بعدين شو عميل؟ بشر، علم، وعظ كمان نعم بيحاج إلى هالكلمة اللي بده تلين لقلوبنا اللي حتى نعرف نتقدم من سر لتقيمة الكرابين إذا ما قتل منتساءل هالحقائك المنظورة بالشكل اللي بتحصل بالإدداز من تبخير، من إنارة، من ترتيل، من كلام، من فعل إيمان ليريفق كل حيات يسوع تقيمانوا فيه هالحقائك المنظورة بتهيقنا متل ما كنت عم تقولي بالحسية، متل الخبز اللي بتستطعم فيه مع الخمر مزبوط، هاي بتأهنها لحتى نتزوق الحقائك الإلهية اللي غير منظورة، مش هيك ضروري متل نعتبر أنا تعرفت عليك مش دهنا رح إجي ونصير شركاء حياة ونعانك بعضنا بمسيرة حب في معرفة متبادلة، في تزوق، في مسافة معينة في خطبة، نعم، في معاشرة لغاية ما بالأخير تتم المعانكة الحميمة إذن القديس مهم تنقدر هيك نصلوا على فينا نقول على مال، مش هيك كتير مهم لحتى بدي أرجع أقول مضاط حيوي حقيقي، بدي أعرف شارك وتزوق كل كلمة بالأديس هون أحد المرشدين بقلنا، وهيدي خدوها عبره إخوتي يمكن مش دائما بننتبه لها، وقت اللي بدخل الأديس شو بيحصل؟ بدو يتوقف عقرب الزمن، كل شي بدو يبقى بره لا بدو يطلع بالساعة، ولا بالتليفون، بالوقت زيته، ولا حتى أفكاري بدأت تشتّى هون كتير مهم شو شارك بكل كلمة، وأجل كل أفكار وكل ضمانات شو بدي أعمل بعدين؟ تسكّل عقالة تكون مع يسوع بهاللقاء جداً عندياً لأنه أسأل أنت مع الحبيب مش هيك، وأنت عيشوا علاقة حب زي أنا بتطلع مين قطع من هون، بقول هيدا ما مش مهتم تفتح السليلير تحكي أو تطلع على التليفزيون أنت مع الحبيب؟ لا، كلياً لحتى عيشوا فينا نقول هالذروة هيدا اللقاء الحميم وطلع منه مع هالفرح اللي كنت عم تقولي عنه لأنه مريع هو لكاء فرح حبيب ومحبوب مش هيك الجملة الرابعة، يمكن تساعدنا نكتشف حتى شو هدف هالذبيح؟ بعد الكداس لا نعود نعيش من أجلنا بل من أجل الآخرين بعد الكداس ما بقى بعيش من كرميلة، بعيش كرميل غيره بواسيم نجاح هيك نحط هالجملة الأخيرة بعد الكداس لا نعود نعيش من أجلنا بل من أجل الآخرين شو معنيتها؟ يعني القديس منه شي خاص بيمتلكه أنا ولا بيكون كذب، إذا ما عرفت كمان بيدوري شو كون أنا قديس معطاء للآخر هذا هو جسدي، هذا هو دمي برددهم لأنهم بيدوري أنا شو بدي أعمل؟ بدي أنا كمان أعطي حيلي بدي ضحي، وإذا ما أخدت مش ممكن أعطي مش ناك أزافيني يقول بنهاية القديس بالطقس اللاتيني شو بيقول الأبونا؟ انطلقوا مش هيك، يذهبوا بالسلام بالطقس الماروني كمان، بكل الطقوس بالواقع شو معنى كلمة قديس بالفرنسي؟ الماس، بالإنجليزية الماس، من وين جاي الكلمة؟ من اللاتيني، ميسا، ميسا شعني ميسا؟ انطلقوا، لكن شو حلوي؟ مفهوم اللي عطوه بالكلمة الأصلية لكلمة الماس لهالزبيح اللي عم تحصل، يعني وقت اللي أنا بحضة القديس كرميل نعم، كرميل شو؟ منطلقوا، مش تبوا قاعدين، لأنه الكل اللي ما بيقوم عن الماء ده يعني السر بعد ما اكتمل بعد ما شباع أو بالعكس، فجعان وعم بيخلي هالشي لحاله شو، إذن القديس فعلا؟ نحنا بنقض ناكل مظبوط لننطلق ليكون عنا هالقوة لنرجع نكمل نهارنا مظبوط وهيك نحنا ناخد القوة من يسوع بفرح، بنقض على المايدة مبسوطين ومبسوطين على شرط، لأنه إذا لحظت الكلمة هون يمكن نختم فيها، مش هي؟ نعم شو الكلمة اللي منقولها وقت اللي بتيجي لحتى تاكل هالجسد؟ الجسد يسوع المسيح ايه، بس شو بيسموا هايدي الردبة المناولة المقدسة بس كمان هون بالكلمة الأجنبية هي الكومونيون صح كومونيون شو معناتها؟ الشراكة يعني أزا أنا لو كل جسد الرب، كل الوهيته والأبه والمجد بيكون باطل أزا ما عارفت شو؟ اتناول، يعني استقبل هالسر هيدا العظيم، بيطلب على شو؟ على الشراكة، بيبقى عقيم هالقربين، أزا ما قدرت أنا أفتح له قلبي مش إن هيك القديس ما بيكتمل سره، أزا أنا كمان بدوري، بدوري، ما شو؟ معرفت استقبله؟ لا مش بس كمان، عيش مشاركة مع الآخر، يعني بدي عيش مناولة مقدسة لحتى كمان اقدر، أنا ناول غيري بالشي اللي تناولته، إلا القديس ما قدرته ش معنا؟ كنت عرياناً، بيقول لك شو بدي ناولون؟ كنت عرياناً وشو؟ وكسوتموني عطشاناً ورويتموني، هيدا معنا القديس الحقيقي، شنيك في القديس بيسميه تيار دي شاردان هاللهوتي الكبير، في القديس على العالم، وين تنختم؟ اختفى اليسوع بقديسه بإنجيل يوحنة، ما عنا الكلمة جوهري، فاتشوا كل إنجيل يوحنة، 21 فاصل، ما عنا الكلمة جوهري، وين مسكور؟ وين موجود هالقديس اللي ذكروا الإيزائيين متى مرء صلوقة، بيلعشها سري، ما عنا إيه عند يوحنة؟ عنا إيه وين؟ بتكسير الخبز، وين اختفى بتكسير الخبز؟ وين اختفى بالقديس عند يوحنة؟ على العشب، قعد الناس، على العشب، وكان العشب وافر، يذكرنا بهالمراعي الخصيبة اللي هي الجنة، يعني بالوقع القديس إذا ما عشناه بيما أترك الحياة اليومية، وإذا ما قدمنا من واقع حياتنا ومارارتنا مع هالقرابين، ما تتحول، وقع تاريخنا بيحملوا الرب بهالقرابين لحتى يحولهم، إذا بها الإطار هيك لازم خلينا دايما ممتنين، حملتنا اليوم هيك، بتخلينا على الزبيحة الإلهية، اللي بالنهاية بتخلينا أنا كمين شو؟ سير قديس، لعنها هي دعوتنا، وربنا تكون قديس فعلا، لعنها هي دعوتة، خلينا أجمل كدو، بدي ألو دايما مارسي، هو القديس. هيدا أحلى كدو، اليوم حملتنا هيك، حسيت تزوقنا جسد يسوع من خلال كلامك بير سامير، نحنا بحاجة دايما نرجع هيك نعيش ونفكر شو عم نعيش مع يسوع، لحتى نعرف نتزوقه، نعرف هيك بهالطعمة، بدي أشكرك، وشكر كل المشاهدين اللي اتابعونا على فترة برنامج ثورة البابا فرانسيس، يمكن عنا أربع جمل تتمحور حول هاللقاء هيدا بسر الإفخارستية، بسر الإربان، حكينا عن البازل الزيت، عن الحب، حكينا عن قلب يسوع، عن الدم اللي عم يتفجر منه، عن خطيانة اللي بدنا نقدم له إياها، وحكينا عن لقاءنا بيسوع، هيدا، هالعبوطة، هاي العبوطة، وحيستي أنا هلأ مليانة منها بكلامك، وصراحة اشتهينا نضل عم نعيش مع يسوع بهالسر هيدا، وبالأخص منعيده بخميس الجسد، ونعرف معيني وقيمته وعمقه، شكنا لقلك بيرسامير بشارة، مشاهدينا بنعطيكم موعد جديد بحلقة جديدة من ثورة البابا فرانسيس مع بيرسامير بشارة، والله راض اسبوع الشيء وإلى اللقاء